لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما الاهدف التعلمي أن يتعرف المتعلم ويطبق قاعدة حساب مربع ومستطير وأن يقدر مساحة المربع والمستطير وأن يحل وضعية مسألة مرتبطة بقياس مساحة المربع والمستطير بالنسبة للنشاط الأول لنساعد سامية وسامية لحساب مساحة كل من السطوح التالية وحسوب أبعاد كل الشكل بالسنتيمتر إذن عدنا ثلاثة ديال الأشكال مربع مستطيل ومستطيل أو مستطيل بي إذن كما تلاحظوا هذا الجزء الملون هنا عدنا البعد ديال هذا الحرف دياله هو واحد سنتيمتر وعدنا هذا واحد سنتيمتر إذن هذا عبارة عن مربع صغير إذن هذا عبارة عن مربع صغير إذن الأضلع كلها متقايسة وعدنا الطول للحرف هذا البعد ديال هذا الحرف هذا هو واحد سنتيمتر إذن سنحاول نحسب المربع الأبعاد ديال المربع ومستطيل أو المستطيل بالنسبة للمربع وإذن دائما المربع ما عنده طول والعرض عنده فقط أضلع غير الأضلع عنده أربعة أضلع متقايسة لكن الشيء الذي سنجعله هو جوج خانات فارغة إذن شحل عنده البعد ديال الطلع دياله إذن لأخذنا هذا الحرف هذا شحل عنده واحد سنتيمتر هنا جوج ثلاثة أربعة إذن عنده أربعة سنتيمتر بالنسبة للمستطيل أ عنده شحل ديال البعد دياله الطول هذا تقولنا ما عنده جوج الثلع سنرى الطول إذن عنده البعد دياله واحد اثنان ثلاثة أربعة بالنسبة للعرض عن له واحد اثنان ثلاثة بالنسبة للمستطيل ، عنده واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع إذن البعد ديالهات الثلع التالي هذاو هذا هو تيسع سنتيمتر والنسبة للعرض عنه واحد اثنان هي جوج السنتيمتر نقوم بإمكانك أن تكون بتجلال السنتيمتر ينحن بكنام بأن نحصب الأبعاء بالنسبة للمربع و بالنسبة للمستطيل A و المستطيل B نحن بأمام هذا الجدول ونحرز using مساحه نقوم بساسة رئيسة بالنسبة للمساحه المربع نحصب هذا القياس هذه الشعالة هي 1 سنتيمتر مرفع و المساحه المربع الصغير هو 1 سنتيمتر مرفع سنرى هذا المربع الكبير هذا الشكل الذي لدينا ما حال فيه من هذا المربع الصغير يعني هذا واحد سنتيمتر ما حال فيه من هنا 1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 سنتيمتر بالنسبة للمستطيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 12 12 12 13 16 16 16 14 15 15 16 17 18 18 إذا مساحة المستطيل 18 سنتيمتر مربع إذا نقارنه ونرتب مساحة السطح هذا بالنسبة للمربع والمستطيل ولمستطيل 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 أصغر مساحة ولمستطيل 12 سنتيمتر ولمستطيل المربع 16 سنتيمتر مربع ولمراها المستطيل 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر مربع 18 سنتيمتر مربع ولمستطيل الأصغر المساحة يليها المربع ويليها المساحة المستطيل إذا نستنتج قاعدة مساحة كل شكل إذا نريد أن نستنتج انطلاقا من هذا الأضلع وانطلاقا من المساحة قاعدة لكي نحسب بها المربع دائما إذا كما تلاحظون هنا يشكل عدنا الطول لديه الضلع لدينا أربعة وشكل عدنا المساحة لدينا ستة عشر وكي نقوم بأن الأضلع لديه المربع كلها متساوية إذا كيف نضرب أربعة لكي نحصله على ستة عشر سوف نضربها في أربعة إذا سوف نضربها أربعة لديها ستة عشر سنا كذلك الإضلع هذا exemplo الشكل أضربناها في الضلع هذا هرئبع إذا من حسابة مساحة المربع سنضربها بالضلع في الضلع هو أربعة • أربعة لديها تساوي ستة عشر إنها هذه مثلات الحري 선생 준비 إما أف أو يت you to save the euro سي في سي ندوز المساحة المستطيل المساحة المستطيل كما نقول إطنى عشر وعندنا الطول أربعة والعرض ثلاثة إذا ضربنا أربعة في ثلاثة شهلا نحصله إطنى عشر ندوز المستطيل بعدنا تسعة وعدنا إثنى تسعة في إثنى ثمانية عشر إذا المساحة المستطيل أصبحت واضحة وهي ندرب طول في العرض طول في العرض إذن دائمًا كما نحسبه مساحة المستطيل ندربه الطول في العرض هي S تساوي L grandel فوا petitel grandel هي الطول وبتيتال هي العرض إذن S تساوي L في L الكبيرة فوا L صغيرة إذن بالنسبة للتمرين واحد أحيط المساحة المناسبة لكل الشكل قلنا بلي مساحة المربع ما هي مساحة المربعية الضلع لكن الضلع في الضلع إذن سمتتعجة مقدم أو ضلع الضلع um 3 ثم بمساحتين ثم أحيط القياس المناسب المساحة لهذه الزليجة بالقبضة 5 وهذا الجليجة على شكل مربع كيف هي مساحة هذه الزليجة авيالة الزليجة مربع المساحة الخاصة هو الزلع في الزلع إذن هذه هي المساحة الصحيحة ليست 10 وليست 15 بنسبة الزليجة الثانية كما تلاحظوني فهي عبارة عن مستطيل إذن مستطيل الطول دياله هو 7 سنتيمتر هو هذا والعرض دياله هو 5 سنتيمتر هو هذا إذن شنية مساحة المستطيل هي الطول في العرض إذن 7 في 5 خمسة وثلاثة إذن بصحيحة هي هذه النتيجة 35 سنتيمتر ليست 12 وليست 24 بالنسبة للبطاقة المناسبة لكل شكل إذن الشكل الأول عندنا عبارة عن مستطيل هو الطول في هذا الطول هو 6 سنتيمتر والعرض هو 3 سنتيمتر إذن شنية مساحة المستطيل كما قلنا هي الطول في العرض إذن 3 في 6 في 3 إذن 6 في 3 هو 18 إذن العملية الصحيحة هي هذه هي 6 في 3 ليست هذه 6 زائد 3 في 2 كما قلت لا نجمعوش ما بين الطول ونزيدو عليها العرض ونضربو في 2 ونضربو نيشن طول في العرض إذن العملية الصحيحة هي 6 في 3 طول في العرض دائما المساحات المستطيل طول في العرض بالنسبة للشكل الثاني لدينا هذا الشكل عبارة عن مربع وقلنا المربع مساحة دياله هو الضلع في الضلع إذن هذا الضلع هذا فيه 3 سنتيمتر وهذا الضلع هذا نفس الشيء 3 سنتيمتر المساحة دياله هي 3 في 3 وقلنا 3 في 3 هي هذه هذه هي اللي صحيحة إذن العملية الصحيحة هي هذه ليست 3 في 4 وليست 3 زائد 3 إذن دائما تطعوا التعقلوا يا لديكم مساحة المستطيل ومساحة المربع قلنا مساحة المستطيل هي 6 في 5 الطول في العرض الطول هو هذا من الادعى المساحة المربع يrimination 4 أضلع فهي للدنوع في الضلع الآخر هو هذا. اذا هذا هو مساحة المربع.